موسيقى سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته عزائنا المشاهدين إنما كنتم أسعد الله ومساءكم بكل خير طبط وطابت أوقاتكم من تلفزيون الجيوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء وكالمعتاد نستهل نشرة ببسم الله الرحمن الرحيم وإليكم أهم العنوين موسيقى رئيس الوزراء يستقبل الصفير الصيني الجديد في زيادة ودية وذلك في المجمع الوزاري موسيقى قلق بمجلس الأمن إذا تدهو للوضع الأمني في بعض دول غرب إفريقيا تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون الجيوتي أهلا بكم استقبل معالي رئيس الوزراء سيد الدلقادر كامل محمد صباح اليوم في مكتبه بالوزارة أو بالمجمع الوزاري الصفير الصيني الجديد المعتمد لبلادها لبلاده لدى جمهورية جيوتي السيد هوبين وذلك في زيادة مدية ورحب رئيس الوزراء سيد الدلقادر كامل محمد في مساهل اللقاء بالصفير الصيني الجديد مشهيدا في الوقت ذاتي بمطانة علاقات الصداقة والتعاون القائم بين جمهورية جيوتي وجمهورية الصينة الشعبية من جانب أكد الصفير الصيني سيد هوبين عزمه على دفع أجلة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين جمهورية جيوتي وجمهورية الصينة الشعبية كما أعرب عن رغبته في العمل مع الحكومة الجيوتي لزيادة توطيط العلاقات الاستراتيجية الصينية الجيوتي شاكرا لرئيس الوزراء على الاستقبال الحار كما أعلن الدبلوماسي الصينية أن جمهورية الصينة الشعبية ستتبرع بمئتين ألف جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19 لصالح جمهورية جيوتي أبرم وزير التجارة والصياحة سيد محمد ورصمي الديرية مدكرة تفاهم مهمة في مجال التعاون مع النائب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي وتمهد هذه الاتفاقية التي تم توقعها الطريقة لشراكة استراتيجية عامقة بين الوكالة الجيوتيتة للمناصفات والجودة والمعهد التركي للجودة وفي مدخرة له شدد الوزير محمد ورصمي الديرية على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في الوقت المناسب والتي ستكون بمثابة مناصة لتبادل الخبرات وأكد الوزير أن مدكرة التفاهم هذه ستتعمل توصيع حجم التبادل التجاري بين دولتين تركيا وجيوتي والذي بلغ 320 مليون دولار في عام 2020 من جانبه أشار نائب وزير الصناعة إلى أن تركيا ترغب في تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية جيوتي والتي تعد بوابط دول شرق وجنوب إفريقيا في تصريح لوسائل الإعلام المحلية تناول الدبلوماسي المكلف بالإعلام بسفارة إيثوبيا في جيوتي حول العلاقات التاريخية بين إيثوبيا وجيبوتية وقال الدبلوماسي الإيثوبي تولي الحكومة الإيثوبيا أهمية كبيرة لعلاقاتها مع حكومة وشعب جيبوتي وحيث يعمل كل الشركين الاستراتيجيان على تعزيز علاقاتهما حول القضايا الثنائية والإقليمية في إطار برامجها وأنشطتها الاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسل البسيط ودف الدخل المحدود قامت وزارة الشؤوني الاجتماعية والتضامن بالتعاون للوثيق مع مركزي ملك سلمان للمساعدات الإنسانية والإيقاثية بتوزيع مؤن غذائية على العائلات الأكثر احتياجا وقيمت عمليات توزيع السلال الغذائية في مقر توزيع الزكاة بضاحية بلبلة حيث استفاد من هذه المؤنة الغذائية ومن هذا المشروع الحيوي في دولته الحالية 615 عائلة من بلد يتيب البلع حيث استلمات الأسر المستفيدة كياسا من الأوز والسكر والدقيق والزيت والتمور وتعكس هذه اللفتة الإنسانية التعاون العميق بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية خاصة في المجال الإنساني هذا وقام مركز ملك السلمان للمساعدات الإنسانية وليغاتها بتوزيع مؤن غذائية على العائلات الأكثر احتياجا وفي كلمة له أشار ممثل مركز الملك السلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى أن هذه المناصبة لتوزيع المساعدات تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وستوزع في العاصمة وفي المناطق الداخلية نطابع ندشن مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في جمهورية جيبوتي سيتم توزيع عدد 4519 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك السلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث سيتم توزيع هذه المساعدات في المناطق كل من جيبوتي العاصمة وأبغ وعليصبيح ودخل وعرته وسيتم توزيع هذه المساعدات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وتتكون السلة الغذائية الواحدة من عدد من الأصناف وهي الأرز والقمح والدقيق وعدد من الأصناف الأخرى وتزن السلة الواحدة أكثر من 71 كيلو جرام وسيستفيد من هذه المساعدات عدد 27 ألف مستفيد كما حرص المستشار في الدوان الملكي معالي المشرف العام الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على تشكيل فريق مختص من المركز ليقوم بالإشراف على توزيع هذه المساعدات وتأتي هذه المساعدات امتداداً لما تقدمه المملكة العربية السعودية في كافة الجوانب الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جهته أوضح مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيد محمود بير إلى أهمية التضامن ودعم المساعدة للأسر الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المجتمع نطابع نحن اليوم نقوم بتدشين توزيع مواد غدائية مقدمة من المملكة العربية السعودية وخاصة مركز الملك سلمان للغاث والأعمال الإنسانية في جمهورية جيبوتي ممثلين بوزارة الشؤون الاجتماعية نشكر لسفارة المملكة العربية السعودية القايمة في جيبوتي بنشطتها الكثيرة ودعمها المستمر شعبي جيبوتي كما نشكر لوفتي المركز الملك سلمان الإخوة الغائمين بهذا العام جزاهم الله خير وليسوا بأول مرة ما شاء الله قدموا كثير وصنوات وصنوات ونتمنى لهم التوفيق والسداد عدى المنتخب الجيبوتي للفتيات للتنس الطاولة الفائز على الميدانية البرونزية في البطولة العربية للتنس الطاولة التي وقيمت في أردن ظهرها أمس إلى العاصنة الجيبوتي بقيادة مدرب يوسف علي هذا هو تم استقبال اللاعبات الصغيرات للتنس الطاولة الثلاثة بحفاوة منقاطعة النظير في المطار من قبل مسؤولين من أمانة الدولة المكلفة بالرياض أمثل سيدة مستشارة الدولة ديقة علي ومدير الرياضة السيد أبشر علي حسن وأعضاء اتحاد التنس الطاولة وعائلاتهم وأقاربهم هذا وقدم أمين الدولة للرياضة حسن محمد كامل بالتهنية التهنية الحارة لهؤلاء النجمات الشابات وشجعهم على المطي قدما في هذا المنوال في طال مكافحة التجارة غير القانونية والبضاع المهربة بجميع أنواعها قامت عناصر الجمارك وشرطة الوطنية الصباح اليوم بإلقاء القبض على كمية كبيرة من القات المهربة قادمة من الثوب وذلك في منطقة نقطة كيلو 12 وكانت البضاع التي تمت تبضها تتكون من عدة عزمات من القات المهرب وتواصل شرطة الوطنية والجمارك جهودهم لوضع حد لأنشطة هؤلاء المهربين المهربين الذين يهدفون إلى إدارة اقتصاد البلاد كما أنهم من مسؤولية كل مواطن أن يكافح بلا كلل من أجل وضع حد لهذه التجارة غير المشروع وفي ختام هذه العمليات تم حرق جميع الكميات من القات التي تم إلقاء القبض عليها من قبل شرطة الوطنية ومن قبل الجمارك هذا وأشاد مسؤولو الشرطة الوطنية والجمارك بهذه العملية النبيلة حيث تم القبض على كميات كبيرة من البضايع التي تضر باقتصاد البلاد من الصاحة الوطنية إلى الصاحة الدولية حيث أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إذا أتداهر الأوضاع الأمنية في بعض دول غرب إفريقيا والصاحل كما أعرب مجلس الأمن في بيان صادر عن رئاسته عن قلقه إذا أتساعد التوترات الأمنية في منطقة الصاحل وحوض بحيرة التشاد وكذلك في منطقة غرب إفريقيا بأكملها والقرصنة في خليج غينيا ويشجع على مواصلة الجهود على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة هذه التهديدات ويدين المجلس بشدة الهجمات المستمرة في المنطقة والموجهة ضد المدنيين وممثل المؤسسات المحلية والإقليمية ومؤسسات الدولة وكذلك القوات الأمنية الوطنية والدولية وقوات الأمم المتحدة باللغة إلى ذلك يقول المجلس الأمن إنه على دراية بالأثار الضارة لتغير المناخ والتغيرات البيئية والكوارث الطبيعية فضلا عن تأثيرها على الأمن والاستقرار في المنطقة كما يعرف عن قلقه شديد من تداعية صراع الليبي على دول الجبار ولا صيما في منطقة الصحل إلى هنا عزائينا المشاهدين تنتهي نشراتنا الإخبارية نشكركم على حصني الإسقائي والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة